نحن الان اليوم امام تصرف خارق للقانون الدولي تصرف يستهدف طائرة مدنية في خط ملاحي دولي في رحلة مجدولة هذه الرحلة يوميا تنطلق من الامارات الى البحرين في نفس الوقت وتأخذ نفس الخط الملاحي السؤال هنا لماذا الان انا اعتقد ان النظام القطري اراد من خلال التصرف هذا والتصرف السبوع الماضي باتهام الامارات باختراق الاجواء القطرية تحقيق ثلاثة امور الامر الاول اعاقة الانجاز السعودي الاماراتي اليمني المتحقق في اليمن ضد ميليشيا الحوثي الايراني وللان قطر تتولها دعمها دعم مباشر الدعم هذا دعم مالي وايضا دعم لوجستي ودعم اعلامي يعني الان المنصات الاعلامية التي تدعمها قطر هي التي تتولى تسويق الحوثيين وترويج اكاذيبهم واساءاتهم ولهذا احداث ازمة جديدة يريد ان يبطئ ويعرقل الانجاز المتحقق على الارض في اليمن هذا الامر الاول الامر الثاني الحقيقة الشعب القطري عنده معاناة معاناة حقيقية نتيجة للمقاطعة وبدأ الناس تتثملل وتتضجر من هذه المعاناة والنظام القطري اراد ان يصدر الازمة الداخلية بمشروع ازمة خارجية وانه مستهدف وان الامارات تستهدف الامن الوطني القطري من خلال عملية الاختراق ثم من خلال ايضا هذا الاستجزاز هذا الامر الثاني امر الثالث هو استدعاء مشروع تدخل خارجي في منطقة الخليج وهذا نهج دأب عليه النظام القطري وممكن اذكركم بان اخر قمة مجلس تعاون لما عقدت في قطر حمد بن خليف دعا من؟ دعا الرئيس النظام الايراني للحضور كضيف في القمة وهذا كان غير مسبوق ان دولة راعية للارهاب معروفة على مستوى العالم تحضر في قمة مجلس تعاون ورئيسها يعني يلقي كلمة فيه